ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه حدثني عن المعاناة حدثني عن الألم حدثني عن الاكتئاب حدثني عن التعاسى حدثني عن فقدان الهوية وحدثني عن فقدان الأعزاء حدثني عن شخص عنده مئات الملايين من الدولارات ولكنه ما زال يجهل المعنى الحقيقي للسعادة ترك الدراسة في سن مبكرة أمه أصيبت بالاكتئاب وكذلك هو أصيب بالاكتئاب عاش هو وأسرته مشردين في الشوارع واضطر أنه يشتغل ويدرس في نفس الوقت علشان يساعد أهله في توفير لقمة عيشهم انطرد من أنديا كوميدية تم رفضه في عدة أماكن انفصل أكثر من مرة وخاض معركة الطلاق مرتين ولما كره فكرة الزواج وقرر أنه معادي يتزوج انتحرت حبيبته وبالرغم من كل هذه الظروف القاسية إلا أنه ما زال واقف على قدمي يحاول جاهدا مصارعة الحياة وعلى الرغم برضه من أن ثروته تقدر بمئات ملايين الدولارات إلا أنه يقول يا جماعة الثراء عمره ما كان الحل وأن السعادة تجدها في أماكن كثيرة تعالوا اليوم وخلونا نعرف ليش قال هذا الكلام ونتعرف مع بعض على الكوميدي وصاحب الشخصية الرهيبة واللطيفة جدا جيمس يوجين كيري أو مثل ما عرفناه جيم كيري وقبل ما نبدأ عزيزي الوجيه تأكد أنك مشترك في القناة لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله إذا انتهى الفيديو وأعجبك اضغط على زر الإعجاب لأنه مرة مرة مهم وبيساعدني كثير غير كذا أربط حزامك ويا لبينا جيمس يوجين كيري أو مثل ما عرفناه جيم كيري وهو ممثل وكاتب ومنتج ورسام من موليد يناير سنة 1962 أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 59 سنة واللي يمكن ما تعرفوه عن جيم كيري إنه عنده جنسيتين عنده الجنسية الكندية اللي هي الأصل وعنده الجنسية الأمريكية اللي أخذها سنة 2004 ولد جيم كيري في كندا وبالتحديد في العاصمة تورن 2 تورن 2 يا رب قاعد أقول اسمه صح أبوه بريسي كيري كندي من أصول فرنسية وكان يشتغل كمحاسب وبرضه كان يشتغل في مجال الموسيقى وبالتحديد في مجال موسيقى الجاز وأمه كاثلين برضه كندية من أصول فرنسية وإيرلندية وكانت تشتغل كربة منزل يعني متكية في البيت تعتني بالبيت وتعتني بأبناءه وأبشركم أعزائي وأعزيزات الوجيهات يسعدني أعلنها من هذا المنبر وأقول لكم أنه يس أم جيم كيري وأبوه لم ينفصلوا أبدا ولم يفرقهم إلا الموت أرى حرفيا ما فرقهم إلا الموت ولي جيم كيري ثلاثة أخوان أكبر منه هو آخر العنقود يعني أخوها الكبير جون وأخواته الثنتين باتريشا وريتا أسرة جيم كيريا جماعة بالرغم من تناغمهم مع بعض أن أمورهم كانت مرة لطيفة في الجو العائلي إلا إنهم عاشوا حياة جدا 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 قاسية ففي مرحلة ما الأب كذا حصلت له مشاكل وخرج من وظيفته وبدأت أحوال العائلة المادية بالتدهور إلى أن وصلت إلى القاع وبشكل تدريجي تركوا البيت وحبة حبة بدوا يبيعوا أغراضهم الثمينة إلى أن انتهى المطاف بوالد جيم كيري مشتريا سيارة فان فوكس واجن وما اشتراها علشان يتاجر فيها ولا اشتراها علشان يسويها فوترك اشتراها علشان يعيش فيها هو وزوجته وأبنائه وعلشان تسهل عملية النوم يعني مش معقولة حيناموا الأخوات والأخوان كلهم في السيارة مع الأم والأب اشترا جيم كيري هو وأخوها الكبير خيمة وكانوا ينصبوها وقت النوم يعني ينام فيها هو وأخوه وباقي العائلة يناموا في السيارة خلاصة الكلام يا جماعة أن عائلة جيم كيري مرت بظروف جدا قاسية ما في أقسى من أنك تعيش في سيارة أنت وأهلك بل أن الأمة المسكينة دخلت في حالة شديدة من الاكتئاب من شدة الوضع السيء اللي كانوا يمروا فيه ولكن ما فيه شي دايم مثل ما الفرح ما يدوم الحزن كمان ما يدوم قدر الأب بعد فترة أنه يلقى وظيفة في قسم المحاسبة في مصنع إطارات سيارات وحبة حبة بعد ما لقى الأب وظيفته بدأت الأسرة توقف على رجلينها من جديد ولكن ما وقفوا بشكل كامل ما زال عندهم مشاكل مادية وعلشان يقدرون يستأجرون بيت من جديد طر الأب أنه يخلي جيم كيري وأخوها الكبير يشتغلون معاه في نفس المصنع ولكن كحراس أمن الصباح يروحون المدرسة يدوموا يخلصوا مورهم وبعد المدرسة دوام ولمدة ثمان ساعات معاه في المصنع وبالفعل حبة حبة قدروا أخيرا أنهم يستأجروا بيت قريب من المصنع اللي يشتغل فيها الأب وبدأت تبتسم الحياة من جديد في وجه جيم كيري وأسرته مفيش حاجة دايما يا أخوان مهما بطشت فيكم الحياة تأكدوا أنها راح تبتسم هي كده الحياة تبس شدوا حيالكم وسووا اللي عليكم هاتمشوا الأمور طيب يجي مع التلفون في كل بيت لازم يكون كده في شخص خفيف دم أو شخص يحب يضحك العائلة أو الشخص الكوميدي في العائلة جيم كيري كان هو الشخص هذا في عائلته من يوم كان طفل صغير اكتشفت أسرته أنه يتمتع بحس فكاهي عالي جدا وطاقة عالية من المرح يقلت شخصيات مشهورة يسوي حركات كده مضحكة بوجهه بل أنه كان يقدر يضحكهم فقط بتعابير وجهه من دون ما يفتح فمه بأي كلمة وبطبيعة الحال أسرته شجعته ووقفت معاه شافوا أنه الولد كوميدي قالوا لا لازم ندعمه والده كان أكثر واحد شجعه أنه يدخل في مجال الستانداب كوميدي وجيم كيري في نفس الوقت كانت ثقة في نفسه جدا جدا عالية بسبب ثقة أهله فيه ولكن لا تتوقعون أنه جيم كيري على طول نجح للأسف لا أكل على راسه كثير مرة من المرات أبوه أخذوا علشان يسوي تجربة آداء في أحد النوادي الكوميدية صاحب النادي قالوا أطلع بره أطلع بره أنت ولدك بس قال لك كوميدي أمشي هناك والله ما في راسكم كوميدي وفي عرض من العروض الكوميدية انضرب من الجمهور لأنه سخر من شخصية يعني جالسي قلة شخصيات وسخر من شخصية مشهورة مني دارشية رموا عليه قوارير موية رموا عليه فشار رموا عليه صحون وقطعوا عليه العرض وفي أحد العروض برضه بعد العرض جمع عليه مجموعة أشخاص وضربوه يقول جيم كيري اضطريت أني أكسر قزازة بيرة علشان أستخدمها كسلاح وأدافع عن نفسي كل اللي سويته أن قدمت عرض كوميدي وش بالناس تهجموا عليها اللي بقوله لكم يا جماعة أنه كون جيم كيري كوميدي بالفطرة وإنسان فعلا يعرف ينكت إلا أنه في لحظة صعوده كثير من الناس هاجموه في فئة كبيرة من المجتمع ما تحب تشوف شخص جديد على الساحة كل ما يشوف شخص جديد يحاول يدعسوه يحاول يخفوه قد ما يقدروا ولو قاومهم ونجح يرجعوا صفقوله واسخنة واسخنة موجودين في كل مكان ذول الناس على كل حالة جماعة جيم كيري انطرد أكثر من مرة في بداية وانضرب كثير وترمت عليه زبايل أكل على راسه إلينغا الأمين فلا تتوقعوا أنه الوضع يطلع على المسرح باسم الله ضحكنا أوه 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 كوميدي منت كوميدي طلع بره لا أكل على راسه إلينغا الأمين وأعتقد والله أعلم لو شخص ثاني حصلت له كل هذه الحوسة والضرب والطرد المتكرر كان ممكن يترك مجال الكوميدي ويقول يا عمي أنا مالي وما الواجه على الرأس خلاص خلينا روح يشتغل في وظيفة أو لنس الموضوع ولكن لا مش جيم كيري جيم كيري أهله كانوا مؤمنين فيه فوق أنه هو كمان كان مرة مؤمن بموهبته وما يشوف نفسه إلا في مجال الكوميدي فاستمر وقاوم وكافح إلى أن وصل لهدف لما صار عمر جيم كيري 16 سنة ترك المدرسة وقرر أنه خلاص أنا راح أركز في مجال الكوميدي والتمثيل الكوميدي ورح ألقى لنفسي مكان في مجال الكوميديا لا محالة وبالفعل قاوم وقاتل وتدريجيا وبالصبر والمثابرة والتعلم من الأخطاء قدر جيم كيري أنه يصنع لنفسه مكان في ساحة الكوميديا وحب حبه كبر وشال نفسه وانتقل إلى أمريكا وبالتحديد إلى هوليوود وشيئا فشيئا قدر أخيرا أنه يشارك في عروض تلفزيونية بسيطة ومنها إلى عالم الأفلام وأول فيلم ظهر فيه جيم كيري كان فيلم بعنوان روبير فيس واللي صدر سنة 1981 والمضحك والرهيب في نفس الوقت أنه الفيلم هذا كان فيه جزء كبير منه يشبه قصة جيم كيري الحقيقية الفيلم كان يحكي قصة شخص كوميدي ومعاناته في صنع طريقه إلى مجال الكوميديا وللأمانة يا جماعة الفيلم كان مرة سيئة بس إيش؟ يعني هم كده دائما تعرفون الممثلين أول فيلم يدخلوا فيه دائما يا يكون فيلم مشي حالك أو نادرا ما تضرب معاه ويطلع فيلم حلو ولكن جيم كيري في هذا الفيلم بالرغم من أنه سيئ وتقييماته سيئة وفضلا عن ذلك هو فيلم تلفزيوني عرض في التلفزيون ولم يعرض في السينما إلا أنه جيم كيري قدم دوره الكوميدي على أكمل وجه والفيلم هذا قدر أنه يجيب له بعدين أدوار جديدة وخلى صناع الأفلام وشركات الإنتاج تحطه في حسبانه ومن سنة 1981 شق جيم كيري طريقه في عالم السينما والتلفزيون وتقريبا استمرت العروض تجيه بشكل شبه سنوي ودون توقف من فيلم إلى فيلم من مسلسل إلى مسلسل ودعس ومشيت أموره عد صدقوني يا جماعة أنه جيم كيري بالإضافة لكونه كاتب وموثل كوميدي محترف ورائع جدا إلا أنه كمان رسام يب يعرف يرسم ومش أي رسام رسام محترف فنان يخرب بيته يعني أتوقع لو قرر يبيع لوحاته أنا ما أده إذا هو قاعد يبيعها ولا لا بس لو قرر يبيعها والله بتجيب فلوس كثيرة يبحثوا في جوجل عن رسماته يا جماعة الولد مرة مرة فنان وعنده حس فني عالي في الرسم وعنده معرض رسومات في موقعه على الإنترنت راح ترك لكم الرابط هنا في الفيديو أو في صندوق الوصف أو جربوا تكتبوا أنتوا بنفسكم في جوجل جيمكيريونلاين دوت كوم وشوفوا مبدع مبدع اللي برضو ما تعرفونه عن جيم كيري يا جماعة ممكن أنه إنسان مرة غريب مرة مرة غريب أحيانا يدعي أنه إنسان روحاني ويؤمن بالإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية يعني يقول أنا كل شيء أنا مسلم ومسيحي وبوذي ويهودي كل الأديان ذي تجدها فيني وأحيانا تلاقيه يؤمن بنظرية المؤامرة والماسونية ويرمي تلميحات يمين ويسار وأحيانا تلقاه يقول إنه معاد صار يميز نفسه يقول أنا معاد أدري هل أنا جيم كيري ولا جيم كيري هي شخصية من الشخصيات اللي مثلتها يقول أنا صرت شخصيات كثيرة معاد أدري مين أنا يقول أنا فعليا فقدت هويتي ما يقولها بمزح الأدم فعلا كده وصل لمرحلة غريبة من الهلوسة ولا والكلام اللي غير مفهوم ولعل كل هذه الفوضى اللي صارت له في حياته مؤخرا من تخبطات كانت ربما بسبب ماضيه وكمان بسبب علاقاته الكثيرة والفاشلة هيا ركز معي جيم كيري يا جماعة تزوج سنة 1987 من ممثلة اسمها ميليسا وظل معاها ثمان سنوات وأمورهم كانت زي الفل وخلف منها طفلة اسمها جين ووقتها لما خلف عمر جيم كيري كان تقريبا بس 25 سنة المهم أنه بعد ثمان سنوات اطلق وتم اطلق ما فيش نصيب يا ولية بعد الطلاق جيم كيري يحدد مبلغ وقدره 10 ألاف دولار يرسلها مباشرة إلى حساب بنته علشان يش تزبط حياتها وتبني مستقبلها و10 ألاف دولار يعني حوالي تقريبا 30 ألف ريال سعودي مبلغ كبير في شهر واحد يقلعهم ملقوة مو مقصر الله يزا خير المشكلة مش هنا المشكلة أنه طليقته بعد فترة رفعت على قضية ليش؟ ايش سوها؟ تحرش فيها؟ أهداها؟ أزعجها هي وبنتها؟ لا تقول والله 10 ألاف دولار مبلغ غير كافي صراحة ولا يغطي نفقات بنتي طمع 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 يا جماعة طمع شافته صار عنده ملايين بعدين بس خلاص ليش اللي نسوي؟ على كل حال يا جماعة جيم كيري دخل في حالة من الحزن والاكتئاب إثر طلاقه الأول يعني وصار مرة منفس فقال ايش؟ قال خلاص أنا حتزوج أنا حتزوج مرة ثانية علشان أملأ الفجوة اللي في حياتي هات ومباشرة وبعض طلعات وروحات وجيات راح يتزوج من الممثلة لورين مايكل المشكلة مش هنا المشكلة أنه جالس معها ثمانية شهور بالضبط وطلقها أضح أنه زواجه كان إيش؟ أنا حزين أبغى أتزوج علشان أملأ الفراغ وجابهم العيد للأسف ولكن بعد الطلاق الثاني جيم كيري قال أحيه أنا لن أتزوج مرة أخرى الزواج في وادي وأنا في وادي بعد كذا أنا ما راح أتزوج أوكي أنا نحب بعض نطلع مع بعض أتعرف على ناس نعيش مع بعض شريك حياة ولكن لن ولن أتزوج أبدا وبالفعل بعدها صار يدخل في علاقات تحت ما يسمى بشركاء حياة فقط ويدخل لك بعدها في علاقة ثالثة وينفصل رابعة وينفصل خامسة وينفصل سادسة سابعة ثامنة تاسع عاشرة وينفصل دخل في علاقات كثيرة وينفصل وما هو قادر يلقى الشخص المناسب له أبدا إلى أن التقى جيم كيري بالميكب أرتيست كاترينا وايت واللي كانت أصغر منه تقريبا بعشرين سنة ولكن كان في قاسم مشترك ما بين كاترينا وايت وجيم كيري صح أنه أكبر منها بكثير ولكن هو كان مصاب بالاكتئاب وهي كمان كانت مصابة بالاكتئاب أنت تساعديني وأنا ساعدك حطي كتفك على كتفي ونمشي قدام الحياة هذه ألمي منهم حبوا بعض فترة وينفصلوا سنة 2012 صبركم علينا صحب حب حب ورجعوا بعدها وتصالحوا مرة ثانية بس المشكلة أنهم رجعوا وضاربوا مرة ثانية المشكلة مش هنا المشكلة أنه كاترينا وايت صارت مرة حزينة بعد انفصالها عن جيم كيري وصارت تغريد تغريدات حزينة وتشارك صور وعبارات حزينة في السوشيل ميديا إلى أن اشتد عليها الاكتئاب ووصل لأعلى مرحلة وبعد أسبوع من انفصالهما الأخير لقيوها منتحرة في بيتها واللي زاد الطيم بلّة وخل الموضوع يصير أقسى وأوجع على جيم كيري أنها لما انتحرت تركت ملاحظة لجيم كيري كاتبة فيها فيما معناه يعني أنا حزينة جدا أننا انفصلنا عن بعض ومو قادرة أصدق أننا ما رح نكون مع بعض مرة ثانية أعتقد أني أقدر أحاول ألم لمشتاتي من جديد وأوقف على الرجليني من جديد ولكني تعبت مرة تعبت ولا أعتقد أنه عند الاستطاعة هذه المرة وختمت رسالتها بعبارة أرجوك سامحني يا جيم أنا لا أنتمي لهذا العالم هي كيف انتحرت حبيبته أخذت حبوب يعني جرعة زائدة من الحبوب هي حبوب خاصة بالاكتئاب يأخذوها الناس اللي عندهم اكتئاب علشان تساعدهم في تخطي الاكتئاب طيب الآن فيكم قصة منتشرة على الانترنت ليش انتحرت وكيف انتحرت ومين السبب في انتحارها القصة الأولى تقول أن جيم كيري أرسل لها هذه الحبوب يفترض أنها تتخدم لعلاج الاكتئاب بس ليش أرسلها لها أكيد أنه يعني ممكن طلبته حتى لأنها متزعين ممكن أنها طلبت منه لمواصلة هذه الحبوب أخذت جرعة زائدة منها بالعينية وانتحرت أو ماتت القصة الثانية تقول أن جيم كيري لاحظ أن الحبوب تبعوا الخاصة بالاكتئاب ناقصة راح أتصل عليها وأرسل لها رسالة قال لها الحبوب عندي ناقصة انت أخذت منها شيء وفي نفس اليوم ليكيو كاترينا وايت منتحرة بسبب الحبوب اللي أخذتها من جيم كيري ربما ربما لا كلام هذا موجود في الانترنت أما القصة الثالثة تقول أن جيم كيري اشترى الحبوب الخاصة بالاكتئاب هذه باسم مزيف وأرسلها إلى كاترينا وايت هل هي طلبت منه أو هو أرسلها لها بالعينية ما أحد عارف ولكن بالفعل ليكيو جيم كيري مشتري حبوب للاكتئاب باسم مزيف ويفترض أنه هو اللي أرسلها لها وبطريقة ما حربها على الانتحار ليش؟ مدري يمكن صحيح ويمكن لا ولكن رسميا وقانونيا ما فيه أي شيء مثبت على جيم كيري بالعكس جيم كيري بعد موتها صرح عدة تصريحات وكلها تصريحات جدا جدا حزينة ويرثي فيها روح حبيبته المتوفى بل أنه حضر جنازتها وشالها على كتفه وكان من الأشخاص اللي شايلين الجنازة وكان الحزن يعتلي وجهه واللي زاد من صحة موقف جيم كيري هو أنه حبيبته تركت رسالة والرسالة هذه تم التحقق منها يب هذه الرسالة بيدها وبخط يدها وكل شيء تمام وكتبت فيها ذاك الكلام اللي قلناه من أول وهذه الرسائل بحد ذاتها كانت تبرئة واضحة وصريحة لإسم جيم كيري وأنه فعلا ما هو متورط في قضية انتحارها أبدا بل أنه فعلا حزين وما كان يتمنى لها إلا كل خير ولاحقا أهلها رفعوا قضية على جيم كيري بحجة أنه هو اللي أعطاها الحبوب ولاحقا وفي سنة 2018 تم إسقاط جميع التهم من جيم كيري أو عن جيم كيري بسبب أنه لا ما فيه شيء مثبت وجيم كيري للأمانة ما أخفيكم دخل في حالة اكتئاب فوق الاكتاب اللي هو فيه وصار حزين وربه لحيته وصار يسوي تصرفات غريبة دخل في حالة جدا غريبة وتعيسة ولكنه رجع من جديد وبدأ يوقف على رجلينه وتخطأ أمور كثيرة كانت مرهقته في حياته آه ياب يعني جيم كيري صراحة مر بتجارب جدا قاسية علشان كذا مر جيم كيري قال أتمنى أنه كل الناس يصير عندهم فلوس علشان يعرفون أنه المال والثراء ليس الحل أوكي جماعة والآن خلونا نلقي نظرة على أهم أربعة أفلام لجيم كيري من وجهة نظري شوفوا أنا ما تابعت أفلام كثيرة لجيم كيري أو إني تابعت له أفلام كثيرة بس نأسيها ولكن أكثر أربعة أفلام فاكرها رح أشاركها معاكم الآن وأكيد يسعدني جدا أنكم تشاركوني أفلامكم مفضلة له في التعليقات المتأكد أنه جيم كيري عنده أفلام مارة كثيرة حلوة طيب يا جماعة الفيلم الأول واللي ربما يعتبر واحد من أهم الأفلام في مسيرة جيم كيري ذا ماسك واللي صدر سنة 1994 وكلنا نعرف قصة هذا الفيلم وهذه الشخصية سووا مننا أنيميشن سووا مننا 3D سووا مننا فيلم شخصية مرة مشهورة وقدمها جيم كيري وربما اشتهر فيها حول العالم يعني كل العالم يعرف جيم كيري بشخصية ذا ماسك من ما يعلم؟ شخصية ذا ماسك تعتبر واحدة من أشهر الشخصيات اللي قدمها في التسعينات وقدمها على أكمل وجه أعلن كده تحس أنه ذا ماسك ما يصلح يكون إلا جيم كيري ويا رب ما يجي يومنا الأيام يسووا فيلم جديد وبشخصية جديدة أنه خلاص فعل جيم كيري والله مع أنه إلا لو جيم كيري ممكن وثاني فيلم واللي صدر في نفس السنة سنة 1994 و94 فيلم دمب أن دمبر واللي قدم فيه دور أغبة شخص ممكن تشوفه في حياتك بجوار صديقه الأكثر غباء واللي يتنافس هو وياه في الغباء مين أغبة أنا ولا أنت كل واحد قاعد يحاول يثبت للثاني مين أغبة من الثاني يقلع عم المنافسة الغريبة وعلش أن نكون صادقين يا جماعة للأمانة ذا الفيلم واحد من أكثر الأفلام المضحكة لجيم كيري إذا ما ضحكت من الأحداث بتضحك من شخصية جيم كيري الغريبة وشخصية صديقه يقلع عم الحشيشي اللي هم فيه الشخف ذا الفيلم بل إنه الفيلم نزل منه جزء ثاني سنة 2014 يعني بعد حوالي 20 سنة من إصدار الجزء الأول حلب حلبين حلبين تعرفون هوليوود طال الزمن ولا قصر راح نحلب راح نحلب وبالفعل حلبوا هذا الفيلم وجاء الجزء الثاني منه بس برضو ما هو سيء كويس أما ثالث فيلم واللي يعتبر فيلمي المفضل الثاني لجيم كيري الأول بنعرفه بعد شوية The Truman Show واللي صدر سنة 1998 عاد هذا إذا ما كان أفضل فيلم حاكى جميع أفكار نظريات المؤامرة ما أدريش ممكن يكون فيه فيلم أقوى من كذا تقريبا كل الأفكار وكل التكهنات تبع نظرية المؤامرة والحياة الوهمية تم توظيفها في هذا الفيلم وبشكل جدا جدا ممتاز فيلم للأمانة جدا جدا رائع وإن كانت فكرة لا تعني لي شيء ولكنها جدا مثيرة للاهتمام فأنصحك لو ما تابعته مرة لا يفوتك ورابع فيلم واللي هو فيلم المفضل على الإطلاق لجيم كيري Eternal Sunshine of the Spotless Mind واللي صدر سنة 2004 وفي هذا الفيلم جيم كيري أثبت للعالم أجمع إنه مو بس يقدر يمثل أدوار كوميدية إنما برضو يقدر يبدع ويقدم أدوار جدا رائعة في مجال الدراما والرومانسية ويحكي الفيلم قصة شخص يتمحه ذاكرته بتكنولوجيا جدا متقدمة وغريبة وعن محاولات عقله البائسة في مكافحة هذه التكنولوجيا فيلم تعبته أنا أطبله بس أحب أقول لكم إنه الفيلم هذا مرة رهيب مرة أحبه مرة رائع فلا يفوتكم وأخيرا عزيزي الوجيه وعزيزة الوجيه ثروة جيم كيري تقدر بحوالي 180 مليون دولار أمريكي أتوقع الحين صرنا نعرف ليش جيم كيري قال إنه المال والثراء ليس كل شيء وليسوا الحل وبس والله إلى هنا عزيزي الوجيه إنه كنا وصلنا لهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة لو ما كنتم يشترك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله اضغط لايك تنسى أحيانا عشان كنا قاعد أذكرك ولا تنسى عزيزي الوجيه وعزيزة الوجيه إنكم تجون على الدسكورد الرابط راح تلاقوه في الوصف عندنا فعاليات كثيرة تصير في الدسكورد تعالوا حياكم كما معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم